السلام عليكم وطلبتكم الإعزاء وشفنكم في أخباركم ورجعنا إلىاكم محاضرة جديدة نكمل سلسلة محاضرات الذوبانية وبالأخص الذوبانية بوجود الأيون المشترك هذا النوع من الذوبانية المهم جدا وزاريا نوع مهم جدا إذا تريد تدرس الذوبانية بوجود الأيون المشترك لازم ترجع لي المحاضرة السابقة حاليا إذا تريد تكمل ترجع لي المحاضرة السابقة وب Mechanical على العموم، ترجعني من المحاضرة الأولى حتى تفتهم شنو معنى ذوابانية. يعني، من تجد الطب مثلاً محاضرة رابعة بالذوابانية أو خامسة، من تجد الطب تلقى معلومات جديدة عليك، أنت ما تعرفها. هسا تقول هاي المعلومات ما موضحها، لا مو ما موضحها، أنت ما داخل المحاضرات من البداية. فاللي أريد من عندك التابع وياي من بداية محاضرات الذوابانية حتى تمشي أمورك بشكل صحيح. هسا عندنا ذوابانية بوجود الآيون مشترك، الدوابانية بوجود الآيون مشترك من أهم أنواع الذوابانية. حالها سواء البفر في الوزاري، يعني قوتها أو ترشيحها. ليس معنات هchi؟ الثوابانية بوجود الاسسن الهايدروجين ما تجي، لا تجي بالعكس. ليس معناتها أن هذه الذوابانية بوجود ماء النقي ما تجي، لا أكيد تجي. ك beautiful. QSB رائع هيـ يعني هي منطقياً بالمادة المفروض أخذها وراء الذوبانية بوجود الماء النقي بس أخرتها قلت أخذ الذوبانية بوجود الأيوم المشترك بعدياً أخذ لك شنوى كيو أس بي ليش حتى شوية تمشي بالمادة تطلع على المادة أكثر تصير المادة أكثر سلاسة عليك بعدياً نطب كيو أس بي وهل يحصل ترسيب أم لا يحصلوا ويعني وباقي تفرعاته فأريدها كانت تدرج بالمادة تدرج صحيح لحد ما يعني تفتهم المادة تدخل المادة بعقلك بادياً أفتح لك موضوع ثاني فما ريد أنا أشتتك أنا هنا يعني منطبع من أشرح لك المادة أرتبك إياها أسوي لك ترتيب بالمادة بحيث أنت متية زيان أبويا ما أهوس عليك المادة لا كل سؤال بسؤالة وكل فكرة بفكرتها وكل سؤال نوضحه ونحله وأي شيء بي إحنا نوضحه على الصبورة زيان عيني فهي سنبلش على بركة الله نشوف سؤالنا schon a, سؤالنا 2015 دور أول طبعاً هذا السؤال بابا ما موجود بالمنهج بالمنهج ما موجود يعني أغلب الأسئلة التي تجيب الدوابانية ما موجودة يعني يعني أننا تنقدر نقول 40-50% من الأسئلة تجيب الوزارة بالدوابانية ما موجودة بالمنهج بس هو شيء يقول لك يقول لك أنا منطيك أساسيات ذوابانية مثلاً منطيك أنا ذوابانية ووجودة مشترك أنت تعرف أنه مثلاً أنا شخصياً رمزت لها أي؟ أنت تعرف أنها رمزت لها أي، تجيك بعد مادتين، تمام؟ وتعرف الذوباني بوجود الماء النقي أس، وبعد عدك ذوباني بوجود الاستله هيدروجيني، هذه شبه الله وحد. يقول لك أنا بعد أنطيك كي أس بي أو أنطيك أس مثلاً، زيان؟ أو عفواً، أنطيك أس، وأنطيك تركيز آيون مشترك، وأنت تروح طلع للذوباني بوجود الآيون المشترك، أنت تروح من ذوباني بوجود الماء النقي قي تظهر كي أس بي من أس، ترجع تعتطاوض آيون مشترك، عندك كي أس بي، وعدك تركيز الآيون مشترك، تظهر لي. الذي هو تركيز من hope، عفواً الآي، الذي هو الذوباني بوجود الآيون المشترك، فهذا الفكرة إن تقول لك أنه أنا مرأة عندك allowتك،، تقلت لك أن الذوبانيا بوجود الآيون المشترك مادي ، الذوباني بوجود الماء النقي مادة، التبع التحقيق على الذوباني ما بين ذوباني أو كيسبي لو يتطيق كيسبي يريد الذوباني لو يتطيق ذوباني أريد كيسبي ما سيكون غيرها أبداً ويكون الفقرة الثالثة اللي هي الكتلة معرفة بحثاً آخر يعني مجرد همينا نفس الحالة همّا تتطلع الذوبانية ترجع تعوضها بقانون الكتلة أو قانون الذوبانية الغرامية وتستخرج الذوبانية الغرامية دعنا نرى سؤالنا شي يقول يقول إذا علمت أن قابلية الذوبان أو قابلية الذوبان ملح يودات الباريوم لحد الآن مادة وحدة قابلية الذوبان يعني ذوبانية تساوي 3.9 في 10 أو السالب 4 في الماء النقي في الماء النقي إذا علمت إذا علمت يعني هو دا ينطيك شيء إذا علمت إن قابلية الذوبان ملح يودات الباريوم أوكي هاي أول مادة بالسؤال تساوي انطاق قيمة الذوبانية تساوي 3.9 في 10 أو السالب 4 بس وين وين حدد لك هو قل لك في الماء النقي إذا هاي الذوبانية اللي انطاك ياها هي S شون عرفت استاذ شون عرفت قال لي ماء نقي أو قال لي محلول مشبع زين ماء نقع ومحلول مشبع معناته شنية معناته ذوبانية بوجود الماء النقي إذا علمت إن قابلية ذوبان ملح يودات الباريوم بي آي أو ثري باي تو تساوي 3.9 في 10 أو السالب 4 مولاري في الماء النقي إذن هاي ذوبانية بوجود الماء النقي أوكي هسا هاي أول معلومة عندي شي يريد أحسب قابلية ذوبان يعني ريذ ذوبانية بس يا هي أحسب قابلية ذوبانه هو نفسه هذا الملح أحسب قابلية ذوبانه وين هناك المهمة في محلول يودات البوتاسيوم ثاني مادة بالسؤال لتلاحظوا إنه صار كأيون مش شابه اللي هو اليودات اليودات الباري البوتاسيوم بتركيز اش قد صفر بوين صفر 2 مولاري إذن هو منطيك الأس وطالب من عندك الأي اللي هي الذوبانية بوجود الأيون المشترك اللي إحنا رمزنا لها أي هسا تريد ترمز لها أم رمز لها تريد ترمز لها زت ترمز لها كيف قدته؟ كل شي مهم من تقرأ سؤال الذوبانية تحدد من ذوبانية الماء النقي من ذوبانية الأيون المشترك زيان عيني شلون أحدد هين أستاذ هذا إذا أجدتك ذوبانية ماء الماء نقي له يذكر لك ماء نقي له يذكر لك محلول مشبع هاي انتهينا من عندها زيان أستاذ شلون أعرف الذوبانية بوجود الأيون المشترك يجيك بعد مادتين مشابهات بأيون زيان هو أيون مشترك قال لك احسب قابلية ذوبانة هذا الملح حسب قابلية ذوبانة بس وين؟ في محلول يودات البوتاسيوم في محلول يودات البوتاسيوم أكو تشابه لو ماكو احسب قابليته بمحلول بيودات البوتاسيوم يعني صار مادتين يعني صار يوم مشترك أوكي أستاذ هو من طيني أس صح؟ صح ويريد من عندي أي؟ إذا طلب من عندك هاي الأي شنية ذوبانية بوجود الأيون المشترك خلي في بالك إذا طلب من عندك ذوبانية معنات هيريدك لازم ينطيك كي اس بي المشترك إذا خريطة حلك بالبداية تبلش من هو تبلش تبلش ماء نقي طلع من عندك اي اس بي بعدين تروح تستخرج الذوبانية بوجود الأيون المشترك نجي نقول للحل هساني فسرت لك أقول لأولا نجد الذوبانية بوجود أو عفوا عفوا ما نجد الذوبانية نجد ثابت حاصل الإذابة اللي هو من هو كي اس بي من ذوبانية الماء النقي من ذوبانية من هو بابا الماء النقي شون نحل ذوبانية بوجود الماء النقي استاذ نجيب الملح شحيح الذوبان ايه كتبه بي اي اي او ثري باي تو استاذ أفكك بسهميا ممتاز لأنه مادة ضعيفة راح ينطيني بي اي موجة باثنين زائد هاي الثنين تجي قبل اليودات راح يصر لدك اثنين اي او ثري سالب واحد الخطوة الوراهة استاذ نفرضه بدلالة اس افرض اس اثنين اس اثنين اس ستاج مادة لك اثنين اس لأنها هنا عدد المعرات اثنين الوراهة نكتب قانون كي اس بي يلا كي اس بي يساوي تركيز البي اي موجة باثنين في تركيز عفوا الاي او ثري عفوا عفوا الاي او ثري سالب واحد شبيهة لكل تربيع يلا عيني يساوي قليلا قيمة البي اي اس يساوي قيمة الاي او ثري عفوا ونشبيهة لكل تربيع يلا وياي بابا حسي ما راح يصر عندك تربيع عفوا تربيع الاس اس تربيع الس تكعيد يلا اربعة قيمة عفوا موجودة عندك التري تري تري كي اس بي بابا حبيبي انت تري كي س بي كي تجيبلي هذا الرقم تحطلي هنا هو منطيك الأس. هو منطيك الأس. أنا لماذا تسويت لك هذه اللغوة كلها؟ إذا منطيني كي أس بي، مباشرة أن أذهب أحل. مثل هذا السؤال. هذا السؤال منطيني كي أس بي. أريد الذوبانية بجد الماء الأيون المشترك. قبل أن أذهب أحل وانتهت المشكلة. بينما هنا، المشكلة النقص ماتة. شن هو؟ النقص ماتة كي أس بي. فأنت تذهب إلى كي أس بي من الأيون المشترك من الماء النقي. يلا عوض، أشقد الذوبانية الأس؟ عوض لياه، أشقد؟ ثلاثة بوينت تسعة في عشرة والسالب أربعة. بس الكل شنوه؟ الكل تكعيب، هذا التكعيب بابا هذا. هسا ش نسوي؟ تسعة وثلاثين في تسعة وثلاثين. تسعة في تسعة واحد وثمانين. تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين بثمانية خمسة وثلاثين. زيان بابا. ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين. ثلاثة في ثلاثة تسعة بواحد بثمانين داعش. هسا ش نسوي ليدي؟ نزلي شنو؟ نزلي هنا الصفر ما لا أحد نزلته واحد. هنا راح يصير عندك اثناعش واحد باليد. وهنان خمسة وهنان واحد. هذي ترجع تضربها في تسعة وثلاثين لأن عندك تكعيب. تسعة في واحد تسعة. تسعة في اثنين ثمانتعش واحد باليد. تسع في خمسة همسة وأربعين وواحد ستة وأربعين. تسعة في واحد تسعة وأربعة تلاثة، تلاثة في اثنين ستة. ثلاثة في خمسة عشرة واحد باليد ثلاثة في واحد ثلاثة وهنانا أربعة تمام عيني؟ تمام أستاذ هسا ننزل صفر ثمانية وتلاثة 11 واحد باليد 12 تلت عشر واحد باليد وهنانا أربعة وهنانا خمسة هذا كل الرقم الضربة فيش قد الضربة في أربعة وخلصها في أربعة أربعة في تسعة أربعة في تسعة ستة وتلاثين أربعة في واحد أربعة بتلاثة سبعة اربعة في ثلاثة اثنى عشر واحد باليد اربعة في اربعة ستعي سباطعش واحد باليد اربعة في خمسة عشرين بواحد واحد وعشرين واحد وعشرين كم بوينت عندك؟ عندك بوينت واحد بالتربيع وبالتكعيب بالضعف يصير ثلاثة يصير عندك؟ يصير عندك إشقدي هنا بابا يصير عندك واحد وعشرين ميتين وسباطعش بوينت ميتين ستة وسبعين اوكي هس اش راح تسوي؟ في صفيليها من الاخير جيبها هنا هنا يصير عندك ميتين وسباطعش في او بوينت ميتين ستة وسبعين في هذا عند الرفع تضرب والأسس مو تتكعب يعني مصر اربعة في اربعة في اربعة لا بابا تنضرب ثلاثة في اربعة في عشرة والسالب اثناعش مولار او بدون مولار عفوا هذا كي اس بي هس هذا الناتج اللي مكتوب بالوزاري بين الأجوب النموذجيين من الوزاري تريد انت بعد تقرب ماكو مشكلة قرب اش راح يصير عندك؟ تقدر هاي هنا اتقربها شو صير عندك؟ صير عندك ثنين وعشرين في عشرة والسالب اثناعش تريد تخليها يتشهم يا خليها ماكو مشكلة خليها عادي زين التقريب يجوز بالذوبانية بالذوبانية التقريب جائز زين بابا؟ عادي اذا قربت ماكو مشكلة يعني تتقرب هاي تطل هاي تتقرب مثلا سرعة خنقرب السبعة للثنين الصير جد ميتين واسباطعش بوينت ثلاثة في عشرة والسالب اثناعش هاي ميني هاي كي اس بي هسه شيريد من عندك شيريد من عندك قال لك احسب قابلية الذوبانة يعني احسب الذوبانية وين بمحلول يودات البوتاسيوم احنا حددناها اي اذا هسه نشتغل ايون مشترك شنو خطوات الايون المشترك اتذكر ليها بالمحاضرة السابقش قلت لك اون قلت لك نكتب معادلة الملح شحيح الذوبان نعمل فرضية لكل ايون بدلالة اي زين وراها نكتب معادلة تفكك الالكتروليت القوي اللي هو الايون المشترك اللي هو هذا الالكتروليت القوي اما يكون قاعدة قوية يعني انواعها انتبه عليها انتبه عليها الايون هذا الالكتروليت القوي شنوه اللي راح نكتب المعادلة الثانية يا اما قاعدة قوية يا اما حامض قوي يا اما ملح كثير الذوبان زين يعني مو شحيح الذوبان كثير ذوبان يودات البوتوسيوم من الاملاح كثيرة الذوبان اللي انجايتني من قاعدة قوية اللي هي كي او اتش هس اول خطوة جيب لي الملح شحيح الذوبان اللي هو البي اي 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 او ثري باي تو راح يتفكك يش ينطيك ينطيك باي اي موجب اثنين زائد اثنين اي او ثري سالب واحد هاي اثنين قلنا وين تجي تجي قبل الذوبان نفرد بدلالة اي 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 اية اي 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 او ثري يلا كيموجب واحد زائد اي او ثري السالب واستاد ليش ما خلت اثنين بابا حبيبي حي ما كو هنانا باي توا بس اي او ثري باي اي او في انا لكن من تكتب عندما انوا باي اي واي او ما تكتب إيش قد تركيز الأيون المشترك 0.02 هنا صفر وهنا صفر تمام هسر هاي راح يصير صفر هاي 0.02 تمام حبيبي تمام استاذ هنا ايش راح يصير عندك 0.02 طلع تركيز الأيون المشترك ظلت عندك بس الذوبانية مجهولة انتبه علي انتبه علي واليدي هذا صار عندي أيون مشترك هذا التركيز يصعد هنا يصير بدل الاثنين أي انا دائما اقول للطلابي من يصير عندنا ايون مشترك الشيء التركيز ايون مشترك تخليه فوق هو بعد مشابه بعدانا شكو الكاتب مجهول تشال من سويت ايون مشترك اذا مخلي مجهولين المن مخلونا ايون مشترك ما يحتاج هذا اخو هذا هذا اخو هذا فهنا اثنيات نفس التركيز بعد ما يحتاج اكتب اثنيين أي والأي راح تطلع قيمة بسيطة جدا حتى لا كتبناها هل شر راح نكتبها راح نكتبها اثنيين اي زاء الصفر بوين صفر اثنيين هاية تهمل لانها قيمة صغيرة هسه راح نطلح وشوفون شكدة صغيرة فما يحتاج نجمعها يعني راح يطلع فد رقم كلش سخيف وبسيط زيان هسه تعال علي تبهوا اياي الخطوة الوراها نكتب القانون ما الكي اس بي التمين سوى فرضية وورا الفرضية لازم شنوة لازم كي اس بي هنانا كي اس بي راح نساوي لك تركيز البي اي موجب اثنين في تركيز الاي او ثري انتبه علي سالب واحد انتبه علي انتبه علي انتبه علي تربيع دير بالك تكتب لي قانون الكي اس بي لهذا الالكتروليز القوي الالكتروليز القوي ما بي كي اس بي ما هو هو كثير ذوبان شون تكتب له ثابت حاصل إذابه افتهمت علي يا ولادي فهنانا بابا حبيبي اهنانا الكي اي او ثري ما يشي اسمه ما يكتب له اهنانا تنكتب الشي اسمه الكي اس بي لهذا الملح تنكتب هي الكي اس بي اي ماذا؟ لهذا الملح حسن ان شاء الله مفهومة الكي اس بي انت طلعتها ميتين واسباة عشر بوينت ثلاثة في عشرة والسالب اثناعش هاي البي اي جيد قيمتها استاذ قيمتها اي اللي هي الذوبانية حلو اثنين هنانا شاء عبس اثنين اي لا بابا حبيبي احنا شقلنا لا عيني صفر بوينت صفر اثنين صفر بوينت صفر اثنين بس شنو الكل تربيع يلا عيني هاي اي زيان هاي معناتها شنو تدري شنو معناتها صفر بوينت صفر اثنين معناتها شقت اثنين في عشرة والسالب اثنيا صح لو مو صح علم ودء اسهل اسصر عليك هنا ايش راح تقول وتربيع العشرة والسالب اثنين عشرة والسالب اربعة وهنا ما لديك 217.3 في عشرة والسالب اثناش اسحب المجهول سحاب تستات مضروب المجهول بالمقام 4 في عشرة والسالب اربعة تمام وهنا 217.3 في عشرة والسالب اثناش واخر البوينت مننا نزل صفر هنا صارت عدك 2173 تقسيم 40 الواحد وعشرين بيها 40 لا ما بيها 217 بيها 40 اي بيها اشقد بيها بيها خمسة خمسة في صفر صفر خمسة في اربعة عشرين هنا انا راح يزود عدك 17 نزل الصفر اشقد بيها حاليا بيها اربعة اربعة في صفر صفر اربعة في اربعة 16 مو صحيح اربعة في اربعة راح يصير عندك 16 اشقد يزود عندك عشرة خلي بوينت ونزل صفر مية تم اربعين بيها اثنين اثنين في اربعين اثمانين ننزل اشقد عشرين زيان هو يزود عشرين نحط له صفر ها سيش قصار بيها بيها خمسة زيان عيني خمسة في صفر صفر خمسة في اربعة عشرين هاي انتهت صفرت اذا طلعت ذوبانيتك الاي بيوجود الايون مشترك خمسة او اربعة وخمسين بوينت ۢ في عشرة هذا الأسف من يصعد لفوق شي يصير؟ يصير موجب هو سالب يصعد لفوق شي يصير؟ يصير موجب أربعة عندك موجب أربعة وسالب اثنى عشر سالب ثمانية تمام عيني تمام استاذ هساش راح أسواني أدني أدني مرتبة لهنا حتى أرتبها يصير عندي خمسة بوينت أربعة اثنين خمسة في عشرة والسالب سبعة مولاري طلعت عدة ذوبانية بوجود الآيون المشترك هذه ذوبانية الآيون المشترك قلت لك هذا سؤال وزاري بس شنو؟ بس ما جاي يعني بالمنهج ما موجود هتش فكرة فقط بالوزاري وإذا تلاحظ فكرته يعني هو ما بيشي ليش ما بيشي؟ لين منطيك يعني أنت بس مجرد أنه تفكر هو بس منطيك شنوة؟ منطيك 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 الذوبانية بوجود الماء النقل وطالب من عندك ذوبانية بوجود الآيون مشترك إنت من تريد تحل ذوبانية بوجود الآيون مشترك تحتاج تحتاج كي أس بي هو كي أس بي ما ما فرك ياها أنت هنا أنا لازم يعني يعني بعقلك تفكر وتحسبها من ين تجيب الكي أس بي؟ أنت الكي أس بي تجيب من الذوبانية يا ذوبانية ما مشترك هو طالبه من عندك إذن من غير المنطقي تروح تشوف ذوبانية ثانية يعني أنا خلي عندك يقين خلي عندك يقين إذا لقيت كي أس بي مجهول لازم أكو ذوبانية معلومة هل سيجوز يطلب من عندك الذوبانية بوجود الماء النقي وكي أس بي ما بيها خلي في بالك أكيد 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 طالب من أكيد منطيك هو ذوبانية بوجود الآيون مشترك زين عيني زين أنتبه على هذا السؤال نفس هذا السؤال بس يعني يكون فارغة يقول ما ذوبانية ملح كرومات الباريوم من هو؟ ملح كرومات الباريوم اللي هو هذا بي اي سي ار اوفور اللي ذوبانيته هاي أول مادة بالسؤال وين؟ هاذا هاذا هاي 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 هنا تحديد الذوبانية تحديد نوع الذوبانية بالمسألة أنا أعتبرها 75% من الحل إذا حددت راح تعرف شنو عندك وشنو مطلوب من عندك بس تعرف شنو مطلوب من عندك مجرد يبقى تطبيق في محلول تركيز كلوريد الباريوم أستاذ ثاني مادة وكوباريوم بالموضوع بي اي بي اي إذن هاي صارت دومانية بوجود الايون مشترك إذن هاي المطلوبة من عندك اي المطلوبة من عندك شنو هي اي تركيزه هذا كلوريد الباريوم يساوي لك جيد وليدي يساوي لك صفر بوينت واحد مولاري إذا علمت إن كي اس بي للبي اي سي ار اوفور واحد بوينت اثنيا في عشرة والسالم عشرة وسطة الفكرة وسطة استاذ هسا أريدك تنتبه علي المطلوب من عندك ذوبانية بوجود الايون المشترك شون ما إما هنانا طلب من عندك ذوبانية بوجود الايون المشترك كي اس بي معلوم هنانا كان كي اس بي ما معلوم هنانا رح تطلعت كي اس بي من الايون المشترك بس هنانا ما يحتاج عفوا من الماء النقي هنانا ما يحتاج أن أطلعها من الماء النقي وأصلا هو ما جايب لطال الماء النقلية عشان كي اس بي معلومة. كي اس بي شفيها؟ معلومة، إذا حضر الماء، بطلة تتيمه، بعد تتيمك مي، شا كنت تتيمه بترى؟ مو صحيح؟ فالتهنانة كي اس بي معلومة، شاكم صخم مجهك ورايح تروح تطلع لي تدور ماء نقي. شو تسوي الماء نقي؟ هو منطيق كي اس بي وطالب منك ذوبانية، الحل مباشر. زين، فهنا انتبه عليه، خطوات حلك، تجيب الملح شحيح الذوبان، تقول لي يا بترى هذا بي اي سي ار او فور، فككه براحة قلبك، راح ينطيك بي اي موجه بثنين، زائد سي ار او فور سالة بثنين، هاه هي انتهت. أفرض بدلالة اي، هذه اي وهذه اي، استاد ليش مو اثنين اي ليش؟ عدد المولات واحد، والقرآن عدد المولات واحد، والكعبة عدد المولات واحد، والكعبة عدد المولات واحد، زيان، جيب لي المادة الالكتروليط القوي، هاي بي اي سي اول تو، فكك لي احب ساهم واحد لان هي قوي بعد، مننا قلنا قلنا قلت لك جيب لي الالكتروليط القوي، زائد، هذا التو وين يجي؟ يجي قبل السي اول بالنواتج، يصير اثنين سي اول سالة، هاش حتي؟ اش قد تركيز هذا القوي، استاد، تركيزه صفر بوينت واحد، هنا انا صفر وهنا انا صفر، وهنا انا صفر، في لك سفر . هناك صفر ، هناك صفر بوينت واحد هناك صفر بوينت واحد . هناك . في لك见 0 بوينت واحد . صفر بوينت اثنين وين تحت المشترك في لك، هذоже هذا يصعد بدال من بدل الأي . يعني اللي قد لا علاقة بها هذا الرمز A بعد انتهى أعوض بدالة صفر بوينت واحد يعني شون عوضنا هنا بدالة صفر بوينت صفر اثنين هنانا نعوض بدالة صفر بوينت واحد افتهمت علي يا بوية زين الخطوة الوراها نكتب قانون KSB استاذ إلما نكتب قانون KSB أعيدها عليك قانون KSB للملح شحيح الذوبان مو للألكتروليت القوي للملح اللي طالب للذوبان استاذ ما عرفاني الملح يعني شحيح الذوبان ما فرق بيناتن دين هنا ملاح بابات الملح اللي طالب لذوبانية اكتب لك KSB اللي طالب لذوبانية هسا المنطلب الذوبانية قالت ما ذوبانية كرومات الباريوم خلص إذن هذا تركيز هنا عندي بي أي موجب اثنين في تركيز سي آر أوفور الكرومات سالب اثنين KSB موجودة عندي زياد قيمتها واحد بوينت اثنين في عشرة والسالب عشرة تمام هاي اشقد قيمتها ما تعوض ليها اي دير بالك صفر بوينت واحد في قيمة السي آر أوفور الذوبانية اي خلص هسا شراح يصير عندك اي تساوي تسحب بس المجهول يعني شوف شم خطوة خطوتيان يعني ما عندنا شيء بس سوينا فرضية وكمنا كتبنا قانون هذا الصفر بوينت واحد معنات عشرة والسالب واحد يعني ما تصير أسهل عليك هنا أنا واحد بوينت اثنين في عشرة والسالب عشرة زياد هنا أنا حرب الأسس أنت بعد يعني يمك هايا وأنا هم أعلمك إن شاء الله عليها يعني ما أخليك يجي تاية تبع علي هذا يصعد لي فوق شي صير يصير عشرة أس موجة بواحد عشرة أس موجة بواحد وعشرة أس سالب عشرة بينات انضرب هنا راح يصعد لي فوق شون يصير يعني مو عندك التفوق عشرة أس سالب عشرة هنا أنا راح ينضرب في عشرة أس سالب واحد موجة بواحد هنا أنا عند الضرب تجمع الأسس إشارتك كبير ونطرح يعني راح يصير عندك واحد بوينت اثنيا في عشرة أس سالب تسعة مولاري. هاي ذوبانية الأيون المشترك. ذوبانية من؟ الأيون المشترك. لاحظت الفرق ما بين هذا السؤال وهذا السؤال؟ يعني تقدر تقول هو نفس هذا السؤال. هذا الوزاري. أنا من كتبت لك السؤال ينسويه. أريد أخليك يعني تلاحظ الفروقات. أنت لاحظ فروقات وتقارن تقوم. أنت معنات في تهمت الموضوع، ابتهمتها بشكل مطبيعي. ما عندك هنا؟ باع، هنا طلب منك ذوبانية. هذا بالأيون مشترك. لكن كي إس بي لم يكن. بينما هنا طلب من عندك ذوبانية. وجود أيون مشترك. لكن كي إس بي موجودة. شوف الفرق. من يطلب من عندك ذوبانية و لا يطلبك كي إس بي؟ يجب أن يكون شيء يوصلك لكي إس بي. لازم يكون شيء يوصلك لكي اس بي ألاحظ هنا أنا أول ما بدأت سؤال قال إذا علمت من يقول لك إذا علمت أنا كم معلومة بالموضوع إذا علمت أن ذوبانية أو قابلية ذوبان ملح يودات الباريوم بأي آي او ثري باي تو تساوي هل قد بس وين بالماء النقد الإنطاني أس ويريد واي زيان يريد شنو يريد بنعندي العفوان الأي أي رمز هي قلنا يريد بنعندك الأي حتى تطلعها إذا تطلع لكي اس بي من الذوبانية بوجود الماء النقي بعدين شو سوي وليدي بعدين ترجع تطلع للذوبانية بوجود الأيون المشترك هنا أنا لحل مباشرة هنا أنا بلعبة بسيطة افتهمت علي إذن السؤاليين سؤاليين إثنانة الوزاري بس هذا الوزاري ما ما طرق أقبل يعني ما موجود ضمن أسلت المنهج أنا كتبتك يا وكشكوا سؤال ما موجود أنا راح أكتبك يا إن شاء الله نلتقي صبورة ثانية يالا طلاب الأعزاء نرجع نكمل محاضرتنا هنا أنا عندنا سؤال 2014 دور ثالث من الأسئلة المهمة جدا ونمطيتها الوزارية حلوة يقول إذا علمت مني يقول لك إذا علمت يعني شنو معنى الحشي معنى الحشي إنه راح ينطيك معلومة إذا علمت إن الذوبانية والمولارية أي ذوبانية بعد إن الذوبانية المولارية الكرومات الباريوم يعني لهذا الملح راح ينطيك ذوبانية لازم تحدد نوعها من هي أي لو أس تعال قل لك إذا علمت إن الذوبانية المولارية الكرومات الباريوم في محلوله المائي في محلوله المائي المشبع ها إذا علمت إن الذوبانية لملح كرومات الباريوم بي اي سي ار او فور في محلوله الماء المشبع تساوي واحد بوينت اثنين في عشر أستالب خمسة بما أنه قال لك واحد ماء مشبع أو محلوله المشبع معناتها الذوبانية معناتها نوع أول هايا معناتها شني أس حددت شو نحدد لأستالب أنا قل لك شو نحدد قال لي إذا علمت أوكي الذوبانية المولارية لهذا الملح وين بالمحلول الماء المشبع إذن هي شني نوع أول أس احنا رمزنا لها أس انتبه هسا أوكي أول معلومة طانية وهس تمام ما عدد مولات أن ما عدد مولات كرومات البوتاسيوم كرومات البوتاسيوم هسا كرومات الباريوم أول مادة بالسؤال كرومات البوتاسيوم ثاني مادة بالسؤال ما عدد مولات كرومات البوتاسيوم وكرومات البوتاسيوم إذن كونت أيون مشترك كونت شنو؟ أيون مشترك يريد عدد مولات الأيون المشترك المطلوب عدد مولات الأيون المشترك تمام لهم و تمام المطلوب منك شنوه؟ عدد مولات شنو؟ الأيون المشترك التي يجب إضافتها إلى لتر حجم هذا مهم بالعدد المولات التي يجب إضافتها إلى لتر من المحلول يعني هو هذا المحلول مايكرو موات الباريوم راح جقد عدد الموات اللي أضيفها من هذا حتى يصير تركيز أيونات الباريوم واحد بوينت أربع واربعين في عشر أسالة بثمانية هايا ذوبانية بوجود الأيون المشترك اللي هي A شون عرفت أستاذ؟ أمطاق ذوبانية وراء ما صار على المادتين أستاذ ما قال ذوبانية قال لتركيز هو التركيز نفسه ذوبانية وهس أثبت لك بالدليل القاطع عمي الله أبو الخير عليك خذني على قد عقلي وقل لي يا أبا امشي وياي قل لي هايا ذوبانية بوجود شنو؟ بوجود أيون مشترك ما لك علاقة بس مشيلي إياها شلون هسا قل لك شلون؟ أستاذ ليش؟ أستاذ مو قال تركيز أيونات الباريوم هو إحنا يا يوم ما خذنا ذوبانية مالت أيونيا مو مالت الأيون المشترك تنحذيف الصيل بدائلها تركيز أيون مشترك هسا تشن تركيز أيون مشترك الأيون المشترك مو هو الـ CRO4 هنا مو هذا هذا الـ CRO4 مو الفرضية ماتت اللغي يصعد بدائلها تركيز الـ CRO4 هنا الأيون مشترك أي منو بقى عدك؟ بقى عدك بس الـ B-A الـ B-A إحنا مو ننوزلها أي أي صحيح معناته هي الذوبانية مو صحيح وبعد بالشزمة هسا إذا ما اقتنعت بالحل راح أقنعك أكثر زين إذن هنا عندي عدد مولاة الأيون المشترك المشترك مجهولة اللي هو الإلكتروليت القوي زين إذا العيون المشترك مجهول لازم عندي شينو؟ لازم عندي A ولازم عندي KSB موجودة KSB؟ لا والله أستاذ ما موجودة ما قال لي ثابت حاصل إدابة ولا قال لي KSB ما قال لي كرومات البار يوم موجودة لح الشي سوي شي سوي حتى تتخلص من هذا الإشكال أستاذ ألاحظ ألاحظ أو أتذكر تقلت إذا الذوبانية بوجود الإيم مشترك مجهولة معناتها وما منطيني KSB لازم منطيني معلومة يوصلني KSB شنو معلومتك اللي يتوصلك KSB؟ ألاحظ أن هنطاني ذوبانية بوجود الماء النقي أو المحلول المشبع إذا من S محلول مشبع نستخرج شنو KSB وكي أس بي وين راح نطبقها؟ هنا أنا نطلع معدها التركيز الإيون مشترك أستاذ ليش قلت أريد تركيز الإيون مشترك؟ هو مو قال ليك أريد عدد مولاته؟ خلي في بالك معلومة إذا أراد كتلة وإذا أراد عدد مولات وإذا أراد حجم إذا أراد مرة، مرة، كل هي معنات أن التركيز مجهول أنا أخبرك لك سابقاً إذا وجدت أن الكتلة مجهولة ف hac exc dopo أنك التركيز مجهول لدى ما تستخدم قتل exchanges إذا ما عندك تركيز لم تستخدم قتل أدد مولات إذا ما عندك تركيز ولم تستخدم قتل مولات إذا ما عندك تركيز ولم تستخدم قتل حجم بالذوبانية لداء سولف ف Gosh may not be able to get after is the first step ما تستخدم كل حجم إذا ما عندك شنوة إذا ما عندك تركيز فهنا بدايتنا نروح نطلع الـ KSB من الـ S تعال يعني أول خطوات الحل الحل أولا نجد KSB من من الذوبانية بوجود الماء النقي أستاذ مكتوب محنون مشبأ والعباس نفس هنا اثنينات النفس الشي والله العظيم نفس هنا زيان أبوية تعال جيبني الملح شحيح الذوبان اللي هو من هو B A C R O 4 فكك لياب سهميا راح ينطيك B A موجة باثنين زائد C R O 4 سالة باثنين أفرض بدلالة منه S هاي S أستاذ ليش ما خليت عدد المولات باب عدد المولات واحد اكتب لأستاذ قانون KSB يكتبك إياه بعيوني B A موجة باثنين في تركيز C R O 4 سالة باثنين وسطة الفكرة وسطة أستاذ شي تعوض ببدال B A S شي تعوض ببدال C R O 4 S راح يصير عندك S في S أستاذ تربيع الكي S بيش قد قيمتها أنا أريدها والله أستاذ لعد عددك قيمة S والله العظيم أستاذ عدي اللي هي قيمتها 1.2 في 10 السالب خمسة خلص الإشكال محلول 1.2 في 10 والسالب خمسة بس يكون شنو تربيع الكل شنو اللي يدي تربيع بابا يلا اضرب لي 1.2 في 1.2 يعني 12 في 12 معروف الناس 144 2 في 2 4 2 في 1 2 نزيل 0 1 في 12 12 هنا راح ينزل عندك 4 هنا 4 هنا 1 كم بوينت عندك راح يضعف البوينت بيمن بهذا بالتربيع يصير عندك 1.44 40 إذن هنا 1.4 هو 40 عند الرفع تضرب الأسس 2 في 5 10 شوفوا شكرا تفرق لو قيل لك 5 في 5 10 قصص صارت 25 هاي استخرجنا استخرجنا KSB KSB طلعت نحل الإشكال كله بعد بعد شا تريد من عندي شا تريد من عندي أريد من عندك عدد مولات اليوم مش تلك استاذ كلش سهلة أي موجودة عندي أي شبيها موجودة عندي هاي قيمتها موجودة اللي هي 1.44 في 10 والسالب إذن هنا هو الطاني آها هنانا اللي قلنا علي ذوباني بوجود الإيون مشترك موجودة مصحيح هاي موجودة عندي شرا تسوي انت راح تجي KSB معلوم أي معلوم بقعدك تركيز بنوى تركيز الإيون المشترك ما عندك شي قول رح تطلع تعال أعلم مكاني الحل أو ثانيا خليقون مو الحل أي ومشترك دانشتغل أقول يا با ترى BACRO4 راح يطيك BA موجة ب2 زائد CRO4 سالب 2 نفرض بدلالة A نكتب شنو هنا عندنا نكتب المعادلة موالة الإلكتروليت القوي K2 CRO4 كتبة K2 CRO4 بسهم 1 راح يطيك 2 K زائد 2 أو لا بس CRO4 1 سالب 2 موالة تركيز المشترك ما عدي تركيزه هو طالب عدد موالاته معناها سأجد تركيزه عوض هذا القانون سيساوي عدد التركيز المولاري في الحجم مو صحيح؟ سأجد تركيز الحجم موجود عندي أستخرج عدد الموالات هنا سنفرض رمز من يمنى سنفرض رمز من يمنى سنرمز لزت هذا سيصير صفر وهذا سيصير صفر هذا سيصير صفر وهذا سيصير تركيز كرومات البوتاسيوم زيان إذا استخرجت هاي الزت هي نفسك تركيز كرومات البوتاسيوم أوكي اكتب لقانون كي اس بي يالله كي اس بي يساوي لك تركيز البي اي سي ار عفن تركيز البي اي موجب اثنين في تركيز منوة تركيز سي ار أوفور سالب اثنين أوكي هنا أنا الكي اس بي يجبط عندك 1.44 أستاذ ماذيك هاي سبني طلعتها 1.44 في 10 والسالب 10 استاذ اش قلت تركيز الاي استاذ ادي 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 باوي هستاذ اش قلت لك انا مو قلت لك هاي ال 1.44 في 10 والسالب 8 هي الذوبانية بوجود اليوم المشترك اللي هي اي مصحيح قلت لي لا استاذ شنون انا ما عرفتها هستاذ هستاذ ثبت عيد لو ما ثبت ثبت عيد لو ما ثبت تركيز اليوم البار يوم مو نفس هو الذوبانية بوجود اليوم مشترك مو نفس هو الاي هستاذ من اقل لك شغلة ام شوارع ما لك علاقة بعد الته زين قيمة اي موجودة عندي اش قلت ادي 1.44 في 10 استاذ بثمانية محلولة وعلى استاذ والله محلولة يلا 1.44 في 10 استاذ بثمانية الكرومات تركيز اي لا لا شما ما كان هنا مثلا 0.1 صح عد 0.1 هنا اش قد عدك شنو عندك زيت خلي زيت هاي زيت يلا اسحب زيت برا مو عدك مجهول غيرها مجهول غيرها مجهول غيرها مو عدك مضروب بالمجهول بالمقام 1.44 في 10 استاذ بثمانية وهنا 1.44 في 10 استاذ 10 هاي ويا هاي تروح وهذا يسعد لفوق انتبه علي من يسعد الفوق انا ما اخلي كتيه عندك هنان هاي السر 10 والسالب 8 عند الضرب تجمع الاسس عفوا موجه بثمانية هي سالب اذا كانت الشارات مش شبهة يعني شي يصير عندك الطرح زين 10 والسالب 10 و اسم موجه 8 10 تركيز K2 CRO4 اللي هو كرومات البوتاسيوم تمام حبيبي تمام استاذ اذا نقول ليا بترى عدد مولات K2 CRO4 يساوي لنا تركيز المولاري في حجمه باللتر اوكي نكملها هنا اشقد تركيز المولاري طلعت 10 والسالب الثنين زين 10 والسالب الثنين معناتها شنو K2 CRO4 معناتها 0.01 صحيح لا صحيح صحيح الحجم قلت لك عليها هذا مهم 1 دتر اذا نيابة تطلع 0.01 مول هذه تطلعت عدد مولات الايون المشترك افتهمت عليها طريقة الحل بابا انتهنا اذا تريد تجد حل مثلا منا راح تجد انصدب انه تركيز الايون المشترك مموجود وبنفس الوقت KSB مموجود اتفائل اضطمن نفسك ارجع للسؤال لا اضطل لك اضطيق ذوب واني محلول مشبع 1.2 في 10 سال 5 اضطيق S لا تطلع KSB ايا اقدر استاذ KSB مال ماء نقي اعوض ايوم مشترك ها تتذكر بالشي صحولة بلوشاة ليه يقلك ثابت الاتزان هو ثابت الاتزان لا يتغير ثابت الاتزان شبيه ثابت تذكر بلوشاة ليه تغير الحجم وضغط KSB ثابت الاتزان شبيه ثابت زيان هسا هنان ان شاء الله مفهومة الشغلة ان شاء الله مفهومة تعالوا ايا هسا خلي نحل السؤال اللي بعد ايضا وزاري ذاك وزاري 2013 دور ثالث هذا 2018 دور ثاني قلت لك انا حل لك كل الاسئلة وخليك تسيطر على الذوبانية وتقول الذوبانية اسخف موضوع واسهل موضوع واخذ عليها 10 درجات لو ش صير اذا علمت ان ذوبانية بي اي اس او فور ها قالك اذا علمت معناتها راح يطيق معلومة معناتها راح يطيق ذوبانية ما لاتمن مالت بي اي اس او فور سادها الماناقي لتستعجل على رزقك وحدة وحدة بعد اضافة واحد مول واحد مول من اشتو اس او فور كم مادة صارت هاي مادة هاي اثنين اذا علمت ان ذوبانية تعيد ذوبانية بي اي اس او فور بعد اضافة واحد مول من اشتو اس او فور تركيز هذا الاشتو اس او فور عشرة مولاري الى لتر من المحلول المشبع فيه منه واحد بوينت ستة في عشرة السالب ثمانية اجتني ذوبان هو دايس شوف 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 قالك كذا علمت الذوبانية مالت هذا بعد اضافت هذا الى لتر صارت هلقت ذوبانية بعد مادة يانش انصيح لها اي اللي هي مال اي ومشترك صح احسب ذوبانية بي اي اس او فور في محلول الماء المشبع وين بمحلول الماء اش بيه المشبع اذا اهنا انا شير يجبين عندي الاس ما دام قل لك هاي محلول الماء مشبع احسب الذوبانية معناها تريد ما عندك اي اس اكيد منطيك واي اكيد اش منطيك منطيك الذوبانية بوجود الايوم المشترك صح لو مو صح زيان انا شراح هاي ستساول يدي شوف الموجود عندك اس المطلوب من عندك اي انت ما تقدر تستخرج اي اذا ما عندك كي اس بي بالرغم انه تركيز اليوم مشترك موجود تركيزه ها اذا اهنا موجود بس ما تقدر تستخرج الاي اذا ما عندك شنو مو rankedس لازم عندك ذوبانية ثانية تستخرج ما عندها كي اس بي اذا تلاحظ انطاك ذوبانية بوجود الايوم المشترك الي هي اي الي هي مين هي اي من اي من كي اس بي يطلع؟ هاي خريطة تحلك اذا بالبداية نبلش شنوه؟ نبلش ايون مشترك عكس هذا السؤال شنقل له؟ نقل له يابا نجد كي اس بي من الايون المشترك شون تبلش ايون مشترك؟ حلك بالايون مشترك شون تبلش بي؟ انتبه علي اوه شي تكتب ذوبان او معادلة التفكك الملح شحيح الذوبان بي اي اس او فور راح ينطيك بي اي موجب اثنين زائد اس او فور سالب اثنين تمام نفرض بدلالة اي اي تمام اكتب لي معادلة الالكترويد القوي اش تو اس او فور اش راح ينطيك؟ راح ينطيك اثنين اتش موجب زائد اس او فور سالب اثنين اش قد تركيزه هذه الس وفور تركيزه عشرة وهنا الصفور اوروانا صفور هنا راح يزير عشرين وهنا عشرين مبروك عليك رباحة صفور وبطعملnea ناس كيفانك؟ الكناب Ost اغلل انا انتيفها اذا انتتك تركيز من واحد مولاري فاما فوق معناها تتسوي تقانون تخفيف وإذا الطاك كتلة وكتلة مولية تستخرج منها عدد مولات أو الطاك تركيزي وحجم وعدد مولات لازم واحد من عندهم مجهول وأخير شيء إذا الطاك كتلة وكتلة مولية وحجم تستخرج من عندهم تركيز صح لو مو صح إنت شون لعده هنا أطبقته شيء مباشرة فهنا أنا شراحي تسوي القواعد إذن الملاحظات الثلاثة والأربعة نفسهم ملات بفر إذا طلب وإنطى عدد مولات تطلع من عندها أو تستخرج من عندها يعني لو يكون المجهول عدد مولات شون هنا لو ينطيني عدد مولات تحولها إلى تركيز وإذا نطاني كتلة وكتلة مولية وحجم أطلع من عندهم تركيز أو ينطيني الحجم ويخلي المجهول كتلة شرحت هنا أنا بإشي محادرة بالتفصيل هنا أنا لازم ش نسوي نسوي قانون تخفيف نقل له M1 V1 تساوي M2 V2 M1 عشرة في أنا حليت لك هتشي يشهد الله أريد أخليك تصفن للغلط اللي تغلط أنت بالامتحان الحجم قال لك 1 مل يعني 1 على ألف يساوي M2 موجودة في 1 لتر 0 منا 0 منا 1 على 100 0.01 يساوي لك M2 إذن M2 0.01 وهنا أنا 0.02 لأنه مضلوب عدد مولا 2 وهنا 0.01 1 تركيز الأيوم مشترك طلع عدش بيه موجود اللي هو هذا الأسوفور هذا وين يصعد بدالي الأي ينحذف هذا بعد انتهى هذا ينحذف اكتب قانون KSB أنا متستخرجها KSB يساوي لك تركيز الـ B A مو تركيز الـ H موجودة بثنية في تركيز الأسوفور سالب 2 أوكي أستاذ عندي هنا أي منطيق قيمته هاي 1.6 في 10 والسالب 8 صح لو مو صح صحيح أستاذ 1.6 في 10 والسالب 8 تمام في 0.01 زين بس ضربه أنت طلع عددك KSB 0.01 معناتها 10 والسالب سوي كده خطوة 1.6 في 10 والسالب 8 في 10 والسالب 2 عندها الضرب تجمع الوسط الشارات مش شافة نجمع 1.6 في 10 والسالب 10 هاي ميني هاي KSB منين طلعتها؟ من الأيوم مشترك زيان شراحي نسوي هسا شن مطلوب من عندك ساد طالب ما عندي الذوبانية بوجود الماء النقي أو المحلول المشبأ تعال وشن المشكلة عدك KSB صارت مجهولة واروح استخرجها أقل لي يا بترى نجد ذوبانية المحلول المشبأ منين من من KSB زين المادة ما عندك BA SO4 فكيكها بسهميا راح ننطيك BA موجة بثنين زائد SO4 سالب 2 هاي S هاي S شراح يساعد لك KSB الساوي لك شنو الساوي لك تركيز BA موجة بثنين في تركيز SO4 سالب 2 اوكي استاذ اوكي استاذ اهنا سب S يعني سيصير س في S معناها سيصير عندك S تربيع قيمة KSB موجودة استوان استخراجتها 1.6 في 10 والسالب 10 استاذ انا اريد S ما اريد S التربيع شا تقول له هسا تقول له يا بتار بالجذر التربيعي يلا اجذر جذر تربيعي شون تزير جذر تربيعي راح يصير عندك S يساوي جذر ال 1.6 هو موجودك يا 1.26 هاي 1.26 في 10 جذر العشرة والسالب 10 تقسمها على القوة ما للجذر اللي هو تربيعي تقسمها على 2 تطلع بدك عندك الذوبانية بوجود الماء النقي هسا افتهمنا اذن السؤال يا شباب سؤال الوزاريات مهمات الذوبانية موضوع حلو يعني هو ما اقل لك سهل لا بعد الحدود لا يحتاج لقراية ويحتاج لمتابعة اكثر مما تتوقع كل شي يحتاج لقراية يعني اذا ما تتابعت هنانا راح تيه عليك الامور كلها الاسئلة كلها تيه انا هسا شرحت لك كل الاسئلة الموجودة بالايون المشترك تمام عيني الهنا شباب نختم محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي ذوبانية بوجود الايون المشترك يعني انا غطيت لك كل الاسئلة اللي موجودة عليها انا ديت المحاضرة شرح لك ما يقارب اربع الى خمس اسئلة وهسا شرحت لك اربع اسئلة يعني صارنا تقريب تسع اسئلة على نوع واحد غطيت لك كل الاسئلة الوزارية الاسئلة اللي موجودة بالكتاب كلها شرحتها وبالاضافة الى ذلك ضفت لك الاسئلة الوزارية اللي افكارها محتمل تجي يعني هي جاية فاحتمال تتكرر عليك فاني خوة ما اخليها اقول يا بمثلا شرحت لاني مالات المنهج لا والله شرحتك اياها وفصلت اياها تفصال بقى عليك الجزء الاكبر شنو مشيتك يا الجزء اللي عليك هو اهم الجزء اللي عليك هو اهم شون يعني الجزء اللي عليه اللي على الطالب اهم انت هنا انا من تجي تاخذ المحاضرة وتفتهم اوه افتهمت اعني من الزيانات بس الاهم من الفهم شنو الاهم من الفهم انه ترجع تغراهن هذا الجزء اللي عليك الجزء اللي عليك اهم من الجزء اللي انا سويته الجزء اللي انا اخذ المحاضرة يلا وفتهم وطلع روح تركها يومين تركها أسبوع راح تعوفها بعد بتلاحق تقراها فتشهر ترجع لها شوين ترجع لها بالمراجعة شهر الرابع عود هاي تباوع ما تتذكر شيء بينما إذا قرأتها عقلك راح يخزن شيء إذا رجعت شفت المحاضرة وقرأتها راح تخزن معلومات عليها يعني مثلا هنا ترجع تحل السؤال بيدك تسوي لك دفتر خاص ما عرف شون يعني تسوي لك ترتب وضعك لهنانا شباب نقلكم في أمان الله فضلا منكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله المرجع الإلكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرفة